الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول ما هو المقصود من قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في سورة البقرة فكيف يزيدهم الله تعالى مرضا على مرضهم ثم يحاسبهم عليه سؤال مهم في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا عودوا في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا كي بعض الناس يعتقدون باللي ربي سبحانه يوحيك بد المرض ويحطه لهم في قلبهم لا لا مش هذا معنى الآية في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا كيف يزيدهم الله مرضا في قلوبهم أن ينعم أن ينعم على الناس أن ينعم على خلقه ما لن تيارك يتحسني في هذه الطفلة قلبك معمر بالمرض تعالى حسد معمر كيف ربي يزيد لك المرض في قلبك ينعم على هذه الطفلة ينعم عليها ينعم عليها بالمال ينعم عليها بالجمال ينعم عليها بالإيمان ينعم عليها بالحجاب ينعم عليها بالعمرة ينعم عليها بالزوج الصالح ينعم عليها بالأخلاق بالكلام الطيب ينعم عليها بالأخلاق الله تبارك وتعالى كلما أنعم على المحسود واشي صار الحاسد يزيد المرضته يزيد يهبل يكبر يكبر شترب كيفاه في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ها ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذ أنت لم تنظلي ما وهب فجزاك بأن زادني وسد عليك باب الطلب شد في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا انترك تحسد في واحد تحسد فيه وقلبك معمر بالمرض ربي يزيد له يعطي له فجزاك بأن زادني وسد عليك باب الطلب كل ما يزيد له ربي يزيد يكبر المرضى تاعك كل ما يزيد له ربي يزيد يكبر المرضى تاعك حتى يموت قلبك لأن مرحلة المرض تقدر تبرأ واحد مريض يقدر يبرأ ولكن كل ما يزيد المرضى المرضى واش كين بعد المرض؟ كين الموت ولذلك كين لقلبه مريض والكين لقلبه ميت هذاك لقلبه ميت يراه ما مات قلبه حتى مريضا أو مريض مريض ولكنه موشي عالج أو قلبه مريض ولكنه لا يذكر الله قلبه مريض لا يقرأ القرآن قلبه مريض لا يجزء إلى العلماء قلبه مريض وامكمل مكمل في الغيبة والنميمة والإحسد وأكل الحرام أو مكمل ما لقلبه مريض ومريض ومريض ثم يموت فإذا ما تقلبه ما تنفعش الموعظة ركت تعيي فيه روحك شو لك تغذر مع الحيط لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أما لا شكولي تفعل فيه الموعظة شكولي تنفعه الموعظة هو لي قلبه مريض لأن مرحلة المرض يقدر يسمع ويتكاك يبرى ويقدر يكمل في يموت فهمت كيفا في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضان بأن أنعم أنعم على الناس ربي ينعم على عباده شعال من الإنسان شفناه فقير وأغناه الله شعال من المرأة ما عندها أول وكانت خصها تأكل الترب وافتح عليها ربي وجاءها رجل الصالح وعاشت والحمد لله شعال من الإنسان ما كانش يتصور أنه يعتمر ووصل إلى العمر وما كانش يتصور أن يحج ووصل إلى الحج وما كانش يتخيل أن يكون له مسكن وعنده مسكن وما كانش يتصور أن يكون عنده ذرية ورزقه الله ذرية ما لجي أنت تحسده تحسده أنت في الحقيقة ما ركش تحسد فيه ركش تنكر على الله القسمة نتاو كأنك كأنك سمعي هذه حبسي حبسه كل شيء حبس والله مسألة تعلمها من دينك خير من السماوات والأرض أنت في الحقيقة ما ركش تحسد فيه ركش تنكر على الله القسمة نتاو كأنك رك تقول للربي رك تقول للربي يا ربي أنت ما ركش عادل علىه فلانا أعطيت له وأنا ما أعطيتنيش رك تقول هكذا وكي تقول هكذا أكتسلنا يفتح عليك ربي ربي يأتيك حاجة صغيرة ربي يأتيك عشرين دور إذا شكرتوا واشقال ولا إن شكرتم لا أزيدنكم هذه ألف ركي خبيها لك عشرين دور شكرتوا جيك الألف رك شكرت على الألف رك جيك المئة ألف شكرت الله على مئة ألف يجيك المليون أو في الغيب شكرت الله على مليون والله يجيك مئة مليون وأنت لا تدري وأنت لا تدري وأنت لا تعلم من عند الله هكذا بلا سبب ولا إن شكرتم لا أزيدنكم ثم أرزقت على الله ما وش كله المال ما وش كله المال كي لي رزق ربي حبب إليه الصلاة يا ودي قلبه متعلق بالصلاة كي يصلي تقوله من الله يرقع قدامه هذا شعال تسوى هذه شعال تسوى شعال كي لي ربي يحبب له الصادقة الصادقة قلت لكم ما نقدرش ننسى في وهرا ادخلت لوحدة الفندق صبته زعفان مقلق يعني وجهه غضبان قلت له وش بي قال لي مزياجين قال لي اراي الوحدة قال لي اراي الوحدة وما زال ما جاء حتى فاقير يطلب مساعدة أنا خلعت نعم بليه زعفان كي حاجة لزامب ولا وش كيفه قال لي أنا عويدي كي نجي عالتمنية كي نفتح هو صاحب الفندق قال لي كي نفتح عالتمنية قال لي وجد هذيك الامانة قال لي كل يوم يجي فاقير فاقير واحد مسكين محتاج قال لي الوحدة مزا مجحت واحد يعني صبته خايف حزين مشي عجبو الحال تلاقيت به بعد ايام تلاقيت به قلت له كيف حالك وش قال لي قال لي والله الحمد لله قال لي هذيك العشية جاوح تسير من الصحراء وقلام البيض بش يدير عملية جراحية في المستشفى في وهران قال لي جسك ثاني قال لي أعرف بل يا ربي بعته لي قال لي قال لي يا وديوين جاي المستشفى قال لي شفت الميل افتعه قال لي اديت المستشفى وقفت معه بيته عندي في الفندق اكرمته دائر العملية تعه شوف الله تبارك وتعالى كيف اختبره اختبروا ربي لو كان شافوا يقول آه مزي الحمد لله اليوم جحت واحد آه مزي اليوم تقدر لي حتى فقر ولا مسكين ولا أرمال ولا يتم ولا مشرد اتحنيت منهم لو كان ربي شافوا قال هقدر ما يجيب لوش هذا الرجل ما يجيبهولوش لأن هذا صفقة هذا صفقة تعجلنا وشبيك كيف يجيبها لك ربي لما شافوا ربي حزين حزين بش تعرفوا وهر الحقيقية هذه وهر ما تعرفوهاش وهذه وهر ما يهضروش عليها وهذه وهر ما دابهم ما تبانش ما دابهم تبانغي وهر انتها أدي أدي الدوغاء الخزينة حسبونا الله ونعم الوكيل أما لا لما ربي شاف القلب انتعه متعلق بالصدق وناوي الصح يصدق وحزن من قلبه ساق إليه هذا الخير ما لا لما يجي الفقر ويدخدق لك في دارك يا وفهم بل يا ربي ساق إليك هذا الخير ساقه الله إليه إذن قول الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ما شي ربي يأخذ المرض ويضعه في قلبه لا لا وإنما ينعم على الناس ويكرمهم ويزيدهم من فضله فهذا كل المريض القلب يزيد قلبه حسدا يزيد قلبه بغضا وإن كان كافرا يزيد كفره وهكذا حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة